زاهر الآن أشير إلى هذا الخبر العاجل بيان صدر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يعلن فيه أن عشرات الطائرات الإسرائيلية تبدأ الآن الإغارة على مواقع في قطاع غزة يبدو أن الهجوم الإسرائيلي الذي سمته إسرائيل السيوف الحديدية قد بدأ الآن ولكن هذه المرة الثانية التي يعلن الاحتلال الإسرائيلي عن بدء إغاراته في غزة في المرة الأولى لم تبدأ لكن الآن بشكل رسمي وبشكل واضح يؤلن الجيش الإسرائيلي أن العشرات من طائراته بتعبيره تغير الآن على قطاع غزة بانتظار أن يفيدنا الزملاء في القطاع عن آخر التطورات وعن حجم الغارات في حال وجودها لكننا نسمع الآن انفجارات تأتي سواء من قصف المقاومة لمواقع إسرائيلية أو من قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة ومع هذا فغالبية الإسرائيليين يركزون على ما يجري داخل البلدات الإسرائيلية التي تمكن المقاومون من الدخول إليها والسيطرة على معظمها